الأستاذة سميرة ما بتعرفش تقرأ القرآن الكريم قراءة منضبطة وبتتلخبط أحياناً فيه بعد صلاة الفجر بتقعد تسمع قراءة القرآن وتقرأ وراهم وتجتهد فيه القراءة من المزيع أول حاجة يا سيدة سميرة إحنا بنستمد من الله سبحانه وتعالى إنه يدينا القوة على التعلم وفي نفس الوقت إنه يفتح لنا في العلم اللي إحنا عايزين نتعلمه وما أجمل علم كيف يطلق القرآن الكريم فدايماً تدعي ربنا سبحانه وتعالى إنه ربنا سبحانه وتعالى يزيدك من فضله فقل ربي زدني علم أقول ربي زدني علم ربي زدني علم لو كان عندي علم قليل يعني يزيد تسألي الله سبحانه وتعالى يديك المدد بالزيادة الطيبة لتقدري إن شاء الله تعرفي تقري بيها القرآن الكريم وطبعاً علمنا الله سبحانه وتعالى وردت للقرآن ترتيله فهذا العلم الخاص بتلاوة القرآن الكريم علم عظيم وعلم بيحتاج صبر ومسابرة وبيحتاج تعلم فلو هناك حد يقدر يقري حضرتك ياريت في متطوعات بذلك بيعمله كده تقعد إن شاء الله تقبلك مرة في الأسبوع تقرأ قدامي كنت تقري وراها ده شيء حلو طب أنا ما توفرش ده فبدأت أعمل ده مع المزياع أو الإزاعة بسمع أو على الجهاز في التطبيقات أسمع الصورة مكررة أكتر من مرة كل ده جميل بحسب ما هو متيسر لحضرتك ونحسب ما تفعليه من المجاهدة في تعلم القرآن الكريم وربنا يفتح عليك ويزيدك من فضله وقل ربي زدني علمه هيبقى معنا الدعاء لوالدي محمد خلاص السادة المشاهدين الكرام في صلواتكم وخلواتكم تدعو لوالدي محمد بالهدى والشفاء ونحن معهم جميعا وربنا أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفي والديك وأن يمن علينا دائما أبدا بالهداية والقبول يا محمد اللهم أمين أجمعين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم